أبدأ معك يا سهيل أولا يعني بني جانس في زيارة للأراضي الأمريكية أولا طبيعة هذه الزيارة إذا ما كانت مفاجأة أم مقررة سلفا يا سهيل كذلك ضعنا في حجم المخاوف الإسرائيلية جراء التوقيع الأمريكي على أحياء الاتفاق النبوي مع إيران نعم هذه الزيارة لم تكن مخططا لها مسبقا وكانت جاءت نتيجة للأحداث الجارية هنا في الولايات المتحدة والسعي الأمريكي للعمل على إحياء الاتفاق النووي الذي مقع عام 2015 بين الولايات المتحدة تحت إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما والجانب الإيراني والتي خرج منها الرئيس السابق دونالد ترامب عام 2018 وزير الدفاع الإسرائيلي أو وزير الجيش الإسرائيلي بني جانس سوف لن يلتقي وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في البنتاجون الخلفي هنا لن يلتقيه وذلك لأن لويد أوستن يوجد خارج واشنطن حاليا ولكنه سيلتقي بقادة القيادة المركزية الوسطى وكذلك سيلتقي بمستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان في البيت الأبيض وأيضا كبار المسؤولين الأمريكيين نهيك عن لقاءات ثنائية مع عدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي وجماعات الضغط التابعة أو المؤيدة لإسرائيل هنا في الولايات المتحدة الإسرائيليون بشكل عام لا يشعرون بأي ارتياح لهذا الاتفاق ويرون أن هذا الاتفاق يهدد الأمن الإسرائيلي بشكل وجودي ولذلك لا بد أن تكون هناك قيود قوية على الجانب الإيراني وتأكيدات أن إيران لن تحصل على سلاح نووي تحت أي ظرف من الظروف ولهذه الأسباب كانت هذه الزيارات المتواصلة من الجانب الإسرائيلي سواء مستشار الأمن القومي الأسرائيلي الذي كان هنا قبل عين أمريكا سلمت البارحة يا سهيل ردها على المقترح الأوروبي هل لم تراعي الكلمات الأمريكية حجم المخاوف الإسرائيلية ربما ومن ثم جاءت هذه الزيارة ومن بني جانت بحسب مقال أكسيوس قال المقال نقلا عن رئيس الوزراء الإسرائيلي لابيد أن الولايات المتحدة أخذت بعين الاعتبار المخاوف والملاحظات الإسرائيلية في ردها على المقترحات الإيرانية وبالتالي يمكن أن أقول أن هذا الرد الأمريكي جاء متناسبا مع المخاوف والملاحظات الإسرائيلية على المطالب الإيرانية ولكن إسرائيل لا تزال مستمرة بمبارسة الضغوط للحصول على المزيد من التشدد والتصلب الأمريكي تجاه إيران فهي تخشى إسرائيل بشكل كبير من أن يكون هناك تنازلات أمريكية يمكن أن تقدم لإيران أو أن يكون هناك تساهل أمريكي مع إيران في الفترة المقبلة وهذا ما ترفض إسرائيل بشكل كبير ولذلك تأتي هذه الزيارات المتواصلة وأيضا هناك معلومات عن احتمال أن تكون هناك في الأيام المقبلة اتصال هاتفي بين رئيس الوزراء الإسرائيلي لابيد والرئيس الأمريكي جو بايدن لبحث هذه النقطة تحديدا